عارف لما تيجي وتشتري عربية ملاكي والدنيا تزنق معاك فتقرر انك تقلبها اوبر؟ اهو روسيا وامريكا عملوا كده بالزبط في صواريخهم ولولا السبب ده عمرنا ما كنا عرفنا حاجة عن الفضاء السلام عليكم الحقيقة اللي لازم تعرفها وتكون متأكد منها انه عمر ما كان غزو الفضاء هدف للجنس البشري وقصة الصعود للفضاء دي ما كانتش اكتر من فرض عضلات الموضوع على عكس ما تتوقع ما بدأش بعد الحرب العالمية التانية ده كانت جزوره موجودة من الحرب العالمية الاولى اللي حصل في الحرب العالمية الاولى ان امريكا جات ودخلت الحرب متأخر وما كانتش لسه مستعدة وخد بالك ان امريكا دايما ما بتدخلش باي زراع الا متأخر على ما تكون شافت الصورة كاملة ودرسة الموضوع كله وبالمرة تكون ثابت العالم يجيب جاز سلاح الطيران الامريكي في الحرب العالمية الاولى ما كانش قوي قوي وده لان المسافات ما بين امريكا وما بين الدول اللي بتهددها كانت كبيرة والطيران لسه كان في خطواته الاولى وبالتالي ما كانش لسه له لازمة او اهمية ضخمة في الحرب بالنسبة لها وفي الوقت اللي كانت فيه قوة زي انجلترا عندها 400 طيارة والمانيا عندها 1000 طيارة كان عدد الطيرات في الولايات المتحدة ما يزيتش عن 50 طيارة وعايز اقولك ان المانيا دي من قديم الازل دولة غنية بالعقول وبالامكانيات الا ان في الغالب لما بتكون جامد اوي الغرور بيودك سكك نهايتها مش حلوة وغرور المانيا كان دايما مصور لها انها تقدر انها تحارب العالم كله وتكون معتقدة انها هتنتصر في النهاية ايا كان عدد الجبهات اللي هي فتحها المهم يا سيدي ان معتقد امريكا ان مفيش اي مفر من انها تدخل الحرب وان الطيران شكله كده هيكون له اليد العليا فيها فقررت انها تنشئ اللجنة الاستشارية الوطنية للملاحة الجوية ناسا عشان تقوم بتطوير الطيرات اللي هتحارب بيها واخد بالك ان ناسا هنا بالسي مش بالاس لان ناسا اللي بالاس دي ما كانتش لسه تعملت او حد لسه فكر فيها وناسا اللي بالسي دي في خلال 3 سنين بس خلت الولايات المتحدة عدد الطيرات فيها يتحول من 50 طيارة لأكتر من 10 تلاف طيارة وقدرت انها تساهم بسرة كبيرة ان امريكا تكسب الحرب وده بقى يا سيد الفاضل اللي بيسموه قوة العلم او ده بارف نوليج بس الحرب العالمية الاولى تخلص وانتهت بهزيمة المانيا وتم فرض عقوبات عليها مفيش اي دولة ممكن انها تقوم من بعدها الا ان المانيا في ظرف 20 سنة بس تقدر انها تبني نفسها من جديد وتقرر من تاني انها تنتئم من كل الدول اللي حطت عليها في الحرب العالمية الاولى وزي ما كانت المانيا في الحرب العالمية الاولى عندها اسلحة مش عند حد زي الغواصات والطيارات ففي الحرب العالمية التانية يكون عندها برضو انواع من الصواريخ اللي مش موجودة عند اي حد العالم الالماني والعقلية الفزة ويرنر فون براون قدروا انه يطور اول صاروخ بعيد المدى واللي كان اسمه V2 اللي كان بمثابة حجر الاساس للصواريخ الباليستية بعيدة المدى والعابرة للقارات الصاروخ اللي كان قادر والأول مرة انه يطلع للفضاء وهب ينزل ع الدولة المستهدفة واللي ساعدوا على الموضوع ده انه كان اول صاروخ يستخدم الوقود السائل اللي معدل حرقه منتظم واول صاروخ في التاريخ جواه نظام توجيه عشان يحددله المسار اللي هيمشي فيه وكل الحاجات دي خلت صاروخ الفيتو علامة فارقة في تاريخ صناعة السواريخ وعايز اقول لك ان المانيا بالفعل قدرت انها تستخدمه في ضرب انجلترا وبلجيكا وفرنسا وقدرت بسببه انها تسبب لهم في خسائر ضخمة الا ان التكلفة والوقت اللي كان بيستهلكه انتاج الصاروخ الواحد كان اكبر جدا فالمانيا ما قدرتش وقتها انها تنتجه بكسافة الوقود بتاع الصاروخ ده مثلا كان عبارة عن الكحول وكان بيتم انتاجه من تخمر البطاطس ولكن ان تتخيل ان وقود الصاروخ الواحد كان بيتم انتاجه من 30 طن من البطاطس في وقت توفر الاكل فيه اساسا كان فيه ازمة وده اخر زيادة في عملية انتاج الصاروخ ولو المانيا كان بس معه شوية وقت وامكانيات عشان تطوره كان زمان العلم كله دلوقتي بيتكلم الماني امريكا في الفترة دي مما كانش عندها النعدة من الاسلحة ولا قادرة انها تطوره وروسيا على الجانب التاني كدولة تاريخية عريقة كان عندها العقول اللي تقدر تطور النعدة من الاسلحة بس للاسف كترامياهم في المعتقد وبالتالي المانيا كانت بتغرد منفردة بالاسلحة بتاعتها ومع ذلك غرورها يخليها برضو تحارب العلم كله من جديد وينتهي بها المطافل الخسارة ومع نهاية الحرب العالمية التانية وبرضو هزيمة ألمانيا العلم اصبح فيه قوتين كبار اللي هم أمريكا من ناحية وروسيا من ناحية التانية اللي كانت وقتها ممثلة بالاتحاد السوفيتي أمريكا الدولة الجديدة الشابة اللي بتحلم بسيادة العالم وروسيا الدولة التاريخية اللي مش هتقبل إن أمريكا تحقق أهدافها على حسابها وتبتدي ما بينهم حرب تكسير عظام بدون أسلحة اتسامت بالحرب البردة واللي كانت كل دولة فيها بتحاول تثبت للعالم إنها الأقوى والأحق بسيادة العالم وكان من أهم المعارك دي في وقتها معاركة التسليح واللي هتقلب بعد كده بغزو الفضاء تخيل إن أنا بني وبينك سلام ومش بحربك بس عايز أعرفك إن أنا وأنا قاعد مكاني صاروخي قادر إنه يجيبك وينسفك ساعتها بقى هتصرف إزاي بالضبط هضرب الصاروخ بتاعي في السماء وأنا متحكم فيه بشكل كامل واللي صاروخه هيطلع أعلى معنى كده إنه أقوى وقادر إنه بدون ما يحرك جندي واحد إنه يخلص الحرب وهو ده بالضبط اللي حصل روسيا بسرعة تجري وتطلع كوادرها من المعتقلات لما تحتاج لهم واللي كان على رأسهم المهندس والعقلية الفزة سيرجي كوروليف اللي يبدأ في تطوير صاروخ هيكون واحد من أهم الصواريخ اللي تم صناعتها في التاريخ وخد بالك كده وركز معي إن أنا بقولك سيرجي كوروليف وانتعد هادي ومرتاح ويمكن كمان ما تكونش خد بالك من الاسم ولا ركزت فيه بس انت طبعاً ما تعرفش إن العالم كله في فترة من الفترات كان هيموت ويعرف اسم الراجل ده اسم الراجل ده كان بمثابة سر حربي وما تعرفش لبعد من مد فترة والكلام ده كان حتى جوا روسيا نفسها والراجل ده كان مشهور باسم الــــــــــــــــــــة أو الراس الكبيرة لكن هو مين وشكله ايه ده سر وروسيا ما بتحذرش في الأسرار كوروليف زي المهتمين بصناعة الصواريخ في الفترة دي كانوا عارفين إن مشكلة الصواريخ عموماً إنك عشان تحرك الصاروخ بسرعة فهتحتاج له وقود كتير والوقود الكتير ده معناه إن وزن الصاروخ هيجبر والوزن الكبير معناه انه هيرجع يبطق من سرعة الصاروخ من جديد فهتحتاج لوقود تاني عشان ترجع تزود من سرعته وهكذا وهيفضل دايما في صراع ما بين كمية الوقود او وزنه والسرعة اللي هيقدر يحققها الصاروخ وكروليف قدروا انه يحد من الصراع ده عن طريق ان الصاروخ بتاعه كان نادل وكان بيرمي في سكته اي حاجة ما بقاش محتاجها كوروليف قالك بدل ما نعمل صاروخ ضخم بتنكي وقود ضخم بمحركات ضخمة احنا نعمل صاروخ عبارة عن ثلاث مراحل وكل مرحلة فيهم هيكون لها تنكيات الوقود الخاصة بيها اللي هتكون اصغر ومحركاتها كمان هتكون اصغر اول واكبر مرحلة فيهم هيكون وظيفتها الاساسية هي الاقلاع من سطح الارض في المنطقة اللي الهوى بيكون فيها كسيف وعمال بيعيق ويبطق من سرعة الصاروخ وفي المرحلة دي انا مش مهم عندي ابدا قيمة سرعة الصاروخ هتكون ادي ايه انا المهم هنا بالنسبالي ان انا قدر اهرب من الزنا دي واول ما الصاروخ يوصل لارتفاع معين كسفة الهوى فيه بتكون قليلة والاعاقة اللي بتحصل للصاروخ ما بتكونش كبيرة ساعتها الصاروخ هيتخلص من المرحلة الاولى ويرميها عشان يقلل من الوزن وبعد كده بتشتغل المرحلة التانية بكمية وقود اقل ومحركات اصغر لكنها بتقدر توصل بالصاروخ لسرعات ضخمة لان في الحتة دي ما بيكونش فيه اعاقة لحركة الصاروخ زي ما قلتلك وبعد ما يخلص وقود المرحلة التانية بتنفصل هي كمان عشان تقلل من وزن الصاروخ وتبدأ تشتغل المرحلة التالتة اللي وقودها بيكون اقل بكتير ومحركاتها بيكون اصغر لانك طبعا بمجرد ما وصلت للفضة فانت كده كده محافظ على سرعتك مفيش حاجة بتقلل من سرعتك وكل وظيفة المرحلة دي انها بتستخدم فقط في اعادة توجيه الصاروخ وتغير اتجاهه او عشان تدخل الصاروخ في المدار اللي احنا عاوزينه الصاروخ اللي عمله كوروليف تسمى بسم يوركا واللي بعد كده هيتعرف باسم سويوز وهيبقى علامة في تاريخ ومستقبل السواريخ وروسيا بالشكل ده تنجح في عمل الصاروخ وتستخدمه في انها تحمل عليه اول امر صناعي في التاريخ الامر سبوتنيك 1 اللي كان عبارة عن كورة ووزنها 83 كيلو وبتدول حوالين الارض دورة كل 96 دقيقة وفي سنة 1957 الصاروخ ينطلق وهو شائل الامر وبعد دقيقة من انطلاقه ان مراحل بتاعته تبدأ في التفكك لحد ما يوصل بالامر سبوتنيك للمدار بتاعه وعايز اقولك ان رغم كل الهصة دي فكل وظيفة سبوتنيك انه كان بيبعد اشارات راديو للارض واللي كان اي انسان في الفترة دي عنده حتة راديو في البيت يقدر يستقبل اشارة بتاعت الامر ولا سيما طبعا المواطن الامريكي اللي كان كل تيت تيت بيسمحها في الراديو بتفكرهم هزمته في السباق بس الموضوع كمان ما انتهاش لحد كده ده كمان بعدها ابقى سبيع روسيا تستخدم نفس الصاروخ عشان تطلع عليه اول كائن حي يطلع للفضة وهو الكلب اللايكة اللي اكيد سمعت عنها عشان تخلي شكل الولايات المتحدة اوحش واوحش لكن طبعا الولايات المتحدة في الفترة دي ما كانتش واقفة تتفرج هي كمان قدرت انها تطور صاروخ كان يبارة عن مرحلة واحدة وكان اسمه فان جارد اللي لما حاولت تجربه في نفس السنة سقط وانحجر بعد انطلاقه بثواني معدودة عشان يخلي الولايات المتحدة تبقى بنص هدومها لدرجة ان الصحافة وقتها سموا الصاروخ بتاع الولايات المتحدة بكابوتنك وفلوبنيك على وزن سبوتنك اللي هي جاية من كلمات معاناها ضبنيا الفاشل وكل ده يسخن الرئيس الامريكي ايزنهاور ويصدر قرار بتحويل ناسا لناسا وبدل ما تبقى الهيئة الوطنية للملاحة الجوية تبقى الملاحة الجوية والفضاء وهو ده سبب انشاء ناسا اللي احنا نعرفها بس الامريكان كمان يقرروا انهم يتخلوا عن العنجاهية ويلجأوا للحكمة اللي بتقول الكارت اللي تجلبه العبه والكارت اللي استخدمته امريكا عشان تكسب كان العلماء الالمان واللي امريكا اقناعتهم انهم يشتغلوا لصلاحها بعد هزيمة المانيا مقابل اللجوء وتمويل الابحاث والحياة الجديدة واللي كان على رأسهم ورنر فون براون اللي صمم صاروخ lv2 والمعركة كانت رسميا وفي العالم ما بين امريكا وروسيا لكن على ارض الواقع كانت بين فون براون الالماني اللي بيمثل امريكا وبين سيرجي كروليف الروسي اللي بيمثل روسيا وفون براون ينجح انه يصمم صاروخين كانوا شبه lv2 واحد اسم ريدي ستون وكان عبارة عن مرحلتين واحد اسمه اطلس وكان عبارة عن تلت مراحل وعن طريق صاروخ الريدستون أمريكا تنجح أخيراً أنها تطلع أول أمر صناعي خاص بهم للفضة واللي كان اسمه إكسبلورا روان اللي وصل رسالة للعالم أن أمريكا هي كمان تقدر تعمل اللي عملته روسيا بس خلانكم منصفين مزيت إكسبلورا روان عن سبوتنيك أنه مش بس كان بيعمل تيت 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 كده وخلاص ده كان فيه كمان مستشارات بتدرس الظروف البيئية للفضة من درجة حرارة وإشعاع وخلافه ومع أن البروباجندا كانت من نصيب روسيا لأنها هي طبعاً اللي سرقت إلا أن نجاح أمريكا في إطلاق أمر صناعي خللوا نفسها بينهم تولع أكتر والتحدي الجديد ما بينهم بقى عالمين فيهم اللي هيطلع أول إنسان للفضة مش أمر صناعي وخد بالك أننا لما بقول الفضة هنا فأنا مقصودش مسافة بعيدة لأن المقصود بكلمة الفضة إنك يا دوت تعدي خط كرمان اللي على ارتفاع 100 كم فقط واللي بعده كسافة الهواء بتقل بصورة كبيرة ومش ممكن لأي طيارة إنها تقدر تطير بعديه فالتحدي ما بينهم دلوقتي كان مين فيهم اللي هيخلي إنسان يعدى الخط ده وخلينا أعرف لك حاجة مهمة إنك عشان تطلع إنسان للفضة مش زي ما تطلع حيثة حديدة لأن الإنسان ده بيعمل يعني شوية حاجات ممكن ماكونش واخد بالك منها بيأكل وبيشرب وبيتنفس وبيموت وسبحان الله يا أخي ماينفعش يعني تطلعه وتسيبه لازم ترجعه وبالتالي لازم توفر له في الرحلة دي درجة حرارة مناسبة وضغط مناسب وحمام الإشعاع اللي موجود في الفضة وكمان بعد ده كله لازم ترجعه تاني للأرض سليم وده كان تحدي تكنولوجي صعب جدا الوضع الوقتي اختلف يا برايز احنا معنا الصاروخ لكن مش معنا المكان اللي يقدر يعيش فيه رائد الفضة في الظروف دي بس من اللي سبق وحل المشكلة دي روسيا ولا أمريكا وقدر إنه يحلها إزاي هذا ما سنعرفه ولكن في الحلقات القادمة وبالتالي لازم تعمل لايك وشير وكومنت تشترك في القناة وتفعل إشارة الجرس عشان تعرف أول ما الحلقة الجديدة تنزل سلام